بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمية 22 معكم معلمتكم العنود ناصر اعتابي بنرحب بأستاذ لغة الإشارة محمد القبيشي اليوم بإذن الله سيكون إثراء رقم 2 للفصل الثاني في هذا الكتاب الطاقة وما هو تعرف الطاقة هي القدرة على بذل الشغل وإنتاج أو إنتاج حرارة طبعا لدينا نوعين طاقة وضع وطاقة حركة طاقة الوضع هي التي تعتمد على تركيب أو موضع جسم ما بالنسبة لطاقة الحركة هي التي تنتج عن حركة الأجسام تعتمد طاقة الوضع للمادة على تركيبها الكيميائي من حيث أنواع الذرات في المادة طريقة ترتيب هذه الذرات كذلك عدد الروابط الكيميائية الموجودة بين هذه الذرات والتي تربطها وكذلك نوع هذه الروابط قانون حفظ الطاقة لكنها تبقى محفوظة لا تهدر في أي تفاعل كيميائي أو أعملية فيزيائية يمكن أن تتحول الطاقة من شكل إلى شكل آخر لكنها لا تستحدث ولا تتفنم يمكن أن تتحول من طاقة حركية إلى كهربائية وكهربائية إلى حركية فبالتالي هي محفوظة طاقة الوضع الكيميائية هي الطاقة المخزنة الموجودة بين روابط المادة الكيميائية والحرارة يرمز لها بالرمز كيو هي طاقة تنتقل من الجسم الساخن من الجسم الأبرد أو الجسم من خفض درجة الحرارة بالنسبة للقياس الحرارة يقاس بالسعر والسعرات الغذائية لاحظ هنا كالوري وكلوريز طبعا هنا لاحظ أن السي مكتوب بسي سمول هنا سي كابتل هنا الكالوري السعر هنا الكالوري لكن الكابتل يعتبر هو السعر الغذائي السعر تعريفه كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 قرام من المادة أو من الماء النقي 1 درجة سيرولوزية السعرات الغذائية هي الطاقة الحرارية الناتجة عن الغذاء تقاس بالسعرات الحرارية ما الفرق بينها كيف نقوم بالتحويل السعر الغذائي يساوي 1000 كالوري أو 1 كيلو كالوري الطاقة الحرارية تقاس بوحدة الجول ووفقا للنظام الدولي للوحدات ماذا يعادل الجول الواحد يعادل 0.239 من 1000 كالوري والسعر الواحد يقابله من الجول 4.134 جول هنا العلاقة بين وحدات الطاقة وكيف تقوم بالتحويل بينهما طبعا حسب المعطة لديك في المسألة أولا مسألة تدريبية تحتوي حبة حلوى الفواكه والشوفان على 142 سعر غذائي من الطاقة من مقدار هذه الطاقة بوحدة الكالوري السعر العادي طبق هذه العلاقة هنا الفرق بينهما 1 كالوري يساوي 1000 سعر عادي طبعا نستخدم القانون السفلي 1000 سعر على 1 سعر غذائي طبعا سنقوم باستخدام الرقم المعطلدي ونضربه في 1000 على 1 سيعطيني 142 من 1000 سعر 142 ألف سعر هنا السؤال الثاني يطلق تفاعل طارد للطاقة 86.5 كيلو جول كيلو جول ركز من الحرارة ما مقدار الحرارة التي أطلقت بوحدة السعر الغذائي طبعا هنا التحويل من كيلو جول إلى جول سنقسم على 1000 سيعطيني القيمة طبعا الرقم لدي 86.5 يعطيني 0.0865 جول بعد ذلك نستخدم القانون هنا والتحويل بين السعر لأنه مطلوب لديه سعر فنحول أولا السعر العادي ثم بعد ذلك نحول السعر الغذائي على الجول تحويل الجول إلى سعر نضربه في الرقم 239 من 1000 سيعطيني القيمة سيعطيني القيمة 0.0267 بعد ذلك نحول ما بين السعر والسعر الغذائي سنستخدمه المقام هنا عفواً إلا القانون السفلي ثم نحول السعر إلى سعر غذائي سنقوم بالضرب في 1000 سيعطيني القيمة 20.7 سعر غذائي إذن لدينا تلاحظ هنا ثلاثة خطوات الخطوة الأولى حولنا من كيلو جول إلى جول من الجول إلى السعر العادي ومن السعر العادي إلى السعر الغذائي بالنسبة للحرارة النوعية هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من تلك المادة درجة سيلولوزية واحدة هذا هو القانون نستخدم لحساب الحرارة النوعية الكيو تساوي السي في الأم في الدلتة طبعا السي هي الحرارة النوعية الأم هي الكتلة والدلتة هي التغير في درجة الحرارة والكيو هي الحرارة السؤال مثلا لدينا هنا تمتص قطعة من سبيكة في الزي كتلتها 38.8 جرام كمية من الحرارة تساوي 181 جول عندما ترتفع درجة حرارتها من 25 هذا التيون إلى 36 هذا التيتوفم الحرارة النوعية للسبيكة طبعا هذا هو القانون الكيو تساوي السي في الأم في الدلتة نحسب أولا التغير في درجة الحرارة تساوي نعطينا الرقم 11 عندما أقوم بالطرح بين الحرارة النهائية والحرارة الابتدائية بعد ذلك أقوم بالتعويض أنا المطلوب مني هو في السؤال فما الحرارة النوعية إذن المطلوب هو السي نقوم بالقسمة هنا على هذا الرقم ثم نقسمه هنا سيعطينا الناتج 0.424 جول لكل جرام في درجة سيلوزي إذا ازدادت درجة حرارة عينة من الماء كتلتها 500 جرام بمقدار عفوا بمقدار 2 درجة سيلوزية بمقدار 2 درجة سيلوزية فما كمية الحرارة التي تسبتها تلك العينة إذا علمت الحرارة النوعية للماء طبعا الحرارة النوعية للماء ثابتة وهي 4.184 جول طبعا القانون المستخدم والكيو تساوي الحرارة النوعية في الكتلة في التغير في درجة الحرارة طبعا بمقدار 2 معناه هذا أنه هي تيتو يعديني له استنتاج أن تيون هي عبارة عن الصفر وبالتالي 2 ناقص الصفر سيعطيني 2 بعد ذلك أقوم بالتعويض المطلوب كمية الحرارة إذن هي الكيو لدي هنا الحرارة النوعية للماء وهي 4.184 جول لدينا هنا طبعا القرامات هي 500 جرام هنا لاحظ أنه مطلوب مكتوبة 5 في 10 أس 2 2 هي قابل الأصفار الموجودة في 10 أس 2 هي مقابل الأصفار الموجودة في الرقم 2 قلنا هو عبارة عن 2 ناقص الصفر سيعطيني 2 وهو مقدار التغير في درجة الحرارة بعد ذلك سيعطيني ناتج النهائي وهي الكيو تساوي 4.184 نقوم بالتحويل الذي من جول إلى كيلو جول سنقسم على ألف سيعطيني 4.8 1.18 كيلو جول سؤال 5 سخنة عينة من مادة مجهولة كتلتها 155 جرام فارتفعت درجة حرارتها من 25 تي 1 إلى 40 إذن هذا تي 2 فامتصت مقدار الكيو هذه الكيو 5.696 من الطاقة المطلوب السي وهي الحرارة النوعية للمادة طبعا نعين المادة بالرجوع إلى الجدول أولا نستخرج ثم نعين بعد ذلك هذا هو القانون المطلوب هو السي طبعا هنا السي هنا مباشرة سنستخرج الكيو بعد ذلك نقوم باستخراج التغير في درجة الحرارة 40 نقص 25 سيعطيني اللي هو 15 ثم بعد ذلك نقوم بالضرب والقسمة فيعطيني الناتج 2.44 هذا للسي ستذهب للجدول وستشاهد أن 2.44 لخص مادة الإثانول السال المسعر هو جهاز حراري معزول جهاز معزول الحراري لقياس كمية الحرارة المنطصة أو المنطلقة في أثناء عملية كيميائية أو فيزيائية ننتقل الآن للطاقة الكيميائية هو الكون يرافق كل تفاعل كيميائي وكل تغير في الحالة الفيزيائية إما إطلاق حرارة أو امتصاص حرارة الكمية حرارية ماذا نقصد فيها أو ماذا تدرس تدرس تغيرات الحرارة التي ترافق التفاعلات الكيميائية كذلك التغيرات الحالة الفيزيائية بين المواد ما المقصود بالكون الكون هناει عبارة عن النظام زائد المحيط لاحظ هذا هو المحيط وهنا في الداخل الدورق هو النظام المقصود بالنظام هو جزء معين من الكون يحتوي على التفاعل أو العملية التي تريد دراستها بالنسبة للمحيط كل شيء موجود في الكون ولكن غير النظام لأنه محيط بالنظام بالتالي الكون يساوي نظام زائد المحيط الحرارة التعريف وهي الطاقة التي تدفق داخل النظام أو خارجه بسبب وجود اختلاف في درجة الحرارة بين النظام وبين محيطه أنواع تفاعلات الكيميائية الحرارية تفاعلات طاردة للحرارة تفاعلات مصة للحرارة وتفاعلات كذلك لاحرارية لنصب تركيزنا على النوع الأول والثاني تفاعلات الطاردة وتفاعلات المصة المحتوى الحراري وتغيراته المحتوى الحراري يرمز له بالرمز H أو الهيد مقدار الطاقة الحرارية المخزنة في مول واحد من المادة ويكون الضغط في ثابت التغير في المحتوى الحراري هو كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة في التفاعل الكيميائي المحتوى الحراري للتفاعل أو الـ Delta HRXN هو حرارة التفاعل كذلك يسمى هو التغير في المحتوى الحراري طبعا الـ Delta HRXN يساوي الفرق بين الحرارة للمواد النهات والمواد المتفاعلة إشارة المحتوى الحراري للتفاعل إذا كانت الإشارة السالبة هذا يعطيني أن استنتاج أن العمليات عبارة عن عمليات طاردة للحرارة ستكون قيمتها هنا الفرق سيكون أكبر بالنسبة للمواد هنا إشارة موجبة تعطيني أنها الماصة أيضا لاحظ هنا القيمة بينهما كتابة المعادلة الكيميائية ستكتب المعادلة الكيميائية بهذا الشكل لاحظ ما هي المواد الموجودة لدينا لابد من وجود الأشياء الأساسية فيها اللي هو لاحظ الحالة الفيزيائية لها كذلك عدد المولات نكتب فيها ثم بعد ذلك لابد أن يرفق الـ Delta H خاص فيه لكل تفاعل طبعا الـ Delta H خاص فيه إذن أولا لابد أن تكون موزونة فتحسب الفرق وتحسب عدد الذرات الموجودة في الطرفين إذن لم تكن موزونة لابد من وزنها وإذن تشتمل على الحالة الفيزيائية لجميع المواد الناتجة الصلبة غازية أو صلبة أو سائلة التغير في المحتوى أو في الطاقة الذي يعبر عن عادة بالتغير في المحتوى الحراري أو الـ Delta H لا بد أن يكتف في جانب المعادلة بالتالي هذه هي طريقة كتابة المعادلات الكيميائية الحرارية حرارة الاحتراق أو ما يسمى بالإمثالبي هو المحتوى الحراري الناتج عن حرق واحد مول من المادة احتراق كامل بالنسبة للتغيرات الحالة الحرارة التبخل المولارية أو الـ Delta H فاب هي الحرارة اللازمة يتبخل واحد مول من السائل طبعا مولارية فيكون واحد مول حرارة الانصهار المولارية للـ Delta H فاس وهو الحرارة اللازمة أيضا لسهر بما أنه مولارية إذن لسهر واحد مول من المادة الصلبة بالنسبة للحرارة التكثف المولارية الـ Delta H كوند هو قيمة الحرارة التكثف المولارية وقيمة حرارة تبخل المولارية متساويان رقمياً ولكن مختلفة في الإشارة لاحظ هنا الإشارة مختلفة لكن هما متساويان كرقم حرارة التجمد المولارية بنفس الطريقة سيكون هنا تساوي بينها وبين حرارة الانصهار إذن هما متساويان رقمياً لكنهم مختلفين في الإشارة نقسمها الآن على شكل جدول وتوضح فيها ما الموجب وما السالف فيها ماصل الحرارة إشارته موجبة وهو التبخر والانصهار طارد الحرارة إشارته الساربة إذن التجمد والتكث لنبدأ أولا بسم الله حساب المسائل التدريبية على هذا الجزء أحسب الحرارة اللازمة للصهر 25.7 جرام من الميثانول الصلب عند درجة حرارة انصهارة استعم بالجدول الموجود لديك في الكتاب أحسب عدد مولات الميثانول ثم درجة الحرارة اللازمة طبعا هذا هو الجدول الموجود لديك هذا هو الجدول الآن الكتلة المولية للميثانول الميثانول عبارة عن ذرة واحدة من الكربون أربع ذرات من الهيدروجين وذرة واحدة من الأكسوجين الكربون عدد الكتلة له 12 من الجدول الدوري هنا الهيدروجين أربعة كتلة الهيدروجين 1.008 بالنسبة للأكسوجين كتلته 15.9 لدي ذرة واحدة فقط إذن الناتج لهذا كله 32.04 بعد ذلك ستقوم بأخذ القرامات الموجودة لدي هنا وأضربها في مقلوب كسر الكتلة المولية طبعا نحن نريد حساب عدد المولات لأنه المطلوب أحسب عدد المولات إذن ستكون القرامات في البسط نقسم نضرب ونقسم طبعا أشطب المتكرر لا نريده مثل القرامات لا نريده نريد فقط المولات سيعطينا الناتج 0.80 مول من الميثانون بعد ذلك يقول أحسب درجة الحرارة اللازمة فالثمانين مول نستخدمها لحساب الحرارة طبعا ندي في الجدول 3.22 لأنه قال درجة الانصهار فالانصهار رمزه الفوس إذن الرقم العدد المولات 0.80 أضربه في درجة الانصهار 3.22 كيلوجول طبعا أنا لو أريد هنا المولات أريد تحويله حساب درجة أو كمية الحرارة فيعطيني الناتج 2.58 كيلوجول ما كمية الحرارة المنطلقة عن تكثف 275 جرام من غاز الأمونيا إلى سائل عند درجة غليانه عند درجة غليانه لاحظ لاحظ لدي عند درجة الغليان قلنا ما هو عكس الغليان أحسب عدد مولات الأمونيا ثم درجة الحرارة المنطلقة لاحظ هنا الكتلة المولية للأمونيا أن يترجين عندي ذرة واحدة فقط حسب الجدول الدوري كتلة هو 14 الهيدروجين عندي ثلاث ذرات في الصيغة وهنا كتلة هو 1.008 أما جموعها سيكون 17.03 بعد ذلك نحسب طبعا أنا عندي هنا 275 جرام من الأمونيا سيعطيني نضرب في مقلوب كسر الكتلة المولية طبعا هنا لا نريد حساب القرامات إذن نشطب نريد نحن عدد المولات بعد الضرب القسمة سيعطيني 16.15 مول من الأمونيا بعد ذلك سنأخذ هذه المولات ثم نضربها في هنا القيمة اللي هو 23.3 كيلوجول بعد ذلك سيعطيني القيمة 376 كيلوجول تفاعل الوقود مع الأكسجين تسمى بتفاعلات الاحتراق فأي مادة موجودة مع الأكسجين يسمى هذا التفاعل تفاعل احتراق احتراق 1 مول من الأكتان ينتج 5471 من الحرارة هذا كمثال لاحظ هنا الأكتان وهنا القيمة للأكسجين 25 على 2 سيعطيني طبعا هنا مكتوبة كأنها ناتج 5471 كيلوجول ننتقل الآن إلى قانون هس هو حرارة التفاعل أو التغير في المحتوى الحرارة تتوقف على طبيعة المواد الداخلة في التفاعل أو الناتجة منه ولكن ليس على الخطوات أو المسار الذي يتم فيه مساء التدربية على قانون هس لاحظ لدي هنا المعادلات ثلاث استعمل المعادلتين A و B لإيجاد الدلتا H والمطلوب هو الدلتا H للتفاعل الكلي لاحظ لدي هنا تفاعلين خاصة بالتفاعل الكلي هنا 2 مول مول من أول أكسيد الكربون مع الأكسوجين يعطاني 2 مول من ثاني أكسيد الكربون هنا النيتروجين الغاز مع الأكسوجين الغاز يعطيني أول أكسيد النيتروجين أيضا 2 مول منه إذن نعكس المعادلة لو تلاحظ أن في المتفاعلة أو في التفاعل الأساسي هذا هو التفاعل الأساسي ال-NO موجود أساسا في المتفاعلات وهنا في النواتج إذن لابد أن نعكس هذه المعادلة لابد أن يكون ال-NO من ضمن المتفاعلات إذن نعكسها عندما نعكسها لابد أن أعكس الإشارة الموجودة للدلتا اتش الخاص فيه وهو بدل ما كان سالم 180.6 سيصبح موجب 180.6 ثم أجمع المعادلة A إلى معكوس المعادلة B سنجمعها سنشطب المتكرر أو الموجود في الطرفين لاحظ هنا سيعطيني الناتج هذا هو أول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين سيعطيني هنا الثاني أكسيد الكربون والنيتروجين الغاز ثم بعد ذلك الأرقام نجمعها ولا ننسى الإشارات لابد أن ننتبه للإشارات سيعطيني الناتج بعد الجم لاحظ هنا وضعت فيه أقواس لأنه جم وهنا إشارته أساسا موجب يعطيني السالب 385.4 كيلو جود ننتقل الآن إلى حرارة التكوين القياسية وهي دلتا اتش نوت F يسمى دلتا اتش لهذا التفاعل المحتوى الحراري أو حرارة التكوين القياسية للمركب تعرف بأنها التغير في المحتوى الحراري الذي يرافق تكوين واحد مول من المركب بما أنه وجدت النوت إذن هي في الظروف القياسية من عناصره في حالته أو في حالاتها القياسية مثال على ذلك أبين كيف أن مجموع معادلات حرارة التكوين يعطي كل من التفاعلات التالية بدون البحث عن قيم دلتا اتش واستعمالها في الحل لاحظ أول أكسيد النيتروجين هنا لدي معادلة تكوين لاحظ NO يعطيني النيتروجين زائد الأكسجين يعطيني الNO يتم عكس المعادلة لأنها من ضمن المتفاعلات وليس من ضمن النواتج لاحظ أنها موجودة هنا من ضمن المتفاعلات وهنا من ضمن النواتج إذن سنعكس القيمة هنا أيضا معادلة تكوين نجمع بعد ذلك المعادلة طبعا هذه معادلة التكوين صحيحة لأنها من ضمن النواتج بعد ذلك نجمع ما بين المعادلة الأولى والثانية لاحظ أن هنا متكرر إذن سنشطب المتكرر فيما بينها ثم سننتج الناتج النهائي هذا هو الناتج النهائي طبعا المطلوب دون البحث عن قيم الدلتا اتش إذن سنكتفي في هذا السؤال فقط في المعادلة إلى هنا الطلاب ينصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم